الله بقاء من المجاهدين الصادقين نتعرض لأبشع أنواع العذاب والذل يضعون أرجلهم على رقابنا أصبحنا نعامل كالحيوانات زعيم ميليشيا أسود الجبل في اللاذقية بسام حسام الدين يلوذ ببشار الأسد ويشكو همه فما الذي حصل لشبهة الأسد إنه يتفنن في ضرب وتعذيب المجاهدين الذين حاربوا على مساحة الوطن في مقطع مسجل تداولته حسابات مؤيدة يظهر فيه حسام الدين زعيم ميليشيا أسود الجبل ويستغيث بالأسد مما وصفه بالظلم الذي حاق به وبمجموعته حيث زعم أنه أحد ضحايا العقيد نزار محفوظ رئيس محكمة القضاء العسكري باللاذقية والذي على حد زعمه حول المحكمة إلى بازار لمن يدفع أكثر وطلب منه شراء سيارة خاصة له لكن حسام الدين رفض فما كان من محفوظ إلا أن أشبعه إذلالا وأصبح عدوه الأشرس بأن العقيد نزار محفوظ رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية قوح قد حول المحكمة إلى بازار علنا يبرئ المجرم ويجرم البريء لمن يدفع أكثر وأنا أحد ضحاياه مسؤول آخر اشتكاه زعيم ميليشيا أسود الجبل للأسد وهو عدنان يوسف رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حيث اتهمه بمعاملة من وصفهم بالشرفاء من عناصر ميليشيا أسود الجبل كالحيوانات ويتفنن بتعذيبهم ويصادر هوياتهم الأمنية ويجبرهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها لمجرد الدعاية بأنه يضبط الأمن في المحافظة وأنه أي عدنان يوسف نكل بقائد كتيبة تابعة لميليشيا أسود الجبل ونعت الميليشيا بالمجرمين والقتل وذكر الأسد بصناع الميليشيا التي حاصرت مورك بريف حما وقتلت من ثاروا ضده في ريف اللاذقية الشمالي ومضايا ومدن سورية أخرى طالبا منه تدخل فإنه العمير عدنان يوسف رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية إنما يفعلهم تجاوز كل الحدود في الظلم والاضطهاد وتبلي الناس الشرفاء إنه يعاملهم كأنهم حيوانات لا بشر حالة من الحنق تخيم على مؤيد الأسد وشبيحته وما فيديو القاضية فتون خيربيك ببعيد حيث استجارت أيضا بالأسد من ظلم حاقة بها عن طريق شقيقتها المقربة من ضباط في قوات النظام خلود خيربيك ومعها اللواء غسام بلال مدير مكتب ماهر الأسد وقريبه قصي عباس إضافة إلى وزيري العدل والداخلية في حكومة الأسد خلود خيربيك تدعي بأنه هي بتربطها علاقة قوية جدا بتضباط كبار بالدولة